اشتركوا في القناة 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 ايه باية بحياتك يا سازم ربنا يصبرك وربنا يصبرنا كلنا تشكر تشكر اي مايكل اوي منجلكش في حاجة وحشة مايكل انا كنت عايز مفتاح العربية هو حضرتك مش معاك عربيتك ايوه معايا بس بايزة ايه تحب تكشف عليها بنفسك عشان تتأكد لا انا اسف انا ماقصدش حضرتك انا تحت عمر حضرتك تحب اطلع بحضرتك على فين لا لا انا عايز اتمشى شوية الوعد انا تحت عمر حضرتك بس انا خايف على حضرتك تسوق انت في الحالة دي مانا سوقت امبارح وانا في حالة انية المندي ايه اللي حصل يعني الحياة لازم تستمر انا تحت عمرك بس انا مش عارف ازاي انا ادماغها تشدت مني ومش اقدر اصدق اللي حصل ومش اقدر اصامح نفسي على اني مردتش على ستة الكل اللي مطلبتني صافي كلمتك اه انا صحيت امبارح متأخر قلت انا امب راحتي واسحب راحتي على معادة السفر صحيت لقيتها طلباني خمس مرات اخر مرة كانت الساعة عشر الصبح معلش انا كنت عامل موبايل سايلان جايز يمكن تكون كان بتطلبني عشان تستانجت بيا مش كده برضو طب ما كانت كلمتنا نقرب ده انا كنت بقيت معاه في نفس القتيل كليها كانت عايزك تجي تاخدها منه ولا حاجة ياريت انك كنت عملت كده كان على اقل المجرم عديم الرحمة اللي قتالها ما كانش لقاها هناك شكرا مايكل بقولك نعم خلي بالك من الحاجة ونجوة عشان لو عازوا حاجة تحت امر حضرتك في عناية بس والنبي والنبي والستاذ خلي بالك من نفسك وانت سايق شكرا مايكل الو انت فين يا عم بكلمك من الصبح موبايلك مقفول عيد ايه مالعيد خلص خلاص اه انت عرفت للأسف الخبر صحيح انت عرفت منين من الدرايد ولا منين اه لا انا مش باين علي علشان خدت الصدمة كلها مبارح كان يوم ما يعلم بينا ربنا لا لسه ما يعرفوش هم دلوقتي بيدوروا على شريف جزهة اول واحد بيفكروا فيه المهم انت فين عين سخنة ايه بس انا لازم اشوفك اه دلوقتي حالا تركب عربيتك وتنزل على مصر مش هينفع فيه موضوع ما ينفعش يستنى للصبح لازم نتقابل بص انا هستناك على اول طريق العين السخنة اه لا مش هينفع في التليفون يا سيدي لازم نوعه يالا مع السلامة طلع عندك حق عني مرمشتش لما قتلوا انه متصور هو داخل قتل قبل الجريمة انا بصراحة ما كنتش متخيل ان قلبه ميت للدرجات دي نرجع تاني العلم النفس الجناي اللي بيقتل بالصدفة بيبقى اجبا من انه يشوف نتيجة فعلته لما بتحطيه في مصرح الجريمة او توريره صورة الضحية بينهار على طول لكن اللي بيقتل مع السابق الاسرار والترصد مشاعر الكراهية اللي بواه بتخلي عنده ثبات فعالي بيخليه في مسافة بينه وبين الضحية فهماني؟ ام وليلي اتأكدت انه ما كانش حد وراك من تجاه عملت زي ما انت قلتلي بالضبط فضلت الفلم العربية داخت بس باقولك الراجل ولا تهزت له شعرة شكله كده مش فرق معاه جايز بس علشان فاكر انه كل شيء ما تزبطه تمام التمام تقوليش جايز يكون كده فعلا؟ جايز جايز بس انا محبش اليأس حاولك انا بفكر فيه علشان انت جدعة ومحل ثقة بس وعد شرف اي حاجة بقولك انا بفكر فيها تنسيها بعد ما قولها لك ماشي وعد وعد بصي انا بين حساباتي كلها على المسافة بين باب الأسنسير وباب السويت مش ممكن يكون قطع المسافة دي كلها وهو لابس الجوانتي حيلفط الانظار زائد النصاف سليمي لو فتحت له الباب ولقيته لابس الجوانتي كيد كانت سراخت كانت حاولة تمنعه من الدخول لو لقينا بصمة ليه في المسافة دي يبقى كرم كبير من ربنا خلي املك بربنا كبير مش جايز تلاقي بصماته جوه مسرح الجريمة على الله بس ما ظنش ان هو ما فكرش في النقطة دي ما كانش ظاهر عليه السبات المريب اللي انت شفتي بيه بس انا دلوقتي بقيت متأكدة مية لمية ان هو اللي عملها قولي دلوقتي ايه خطوتنا الجاية خدت بالك من نون الجماعة اه خدت بالي طبعا انا دلوقتي هطلع على المعمل الجنائي هشوف ايه الاخبار ولو لو لقيت فيه جديد هكلمك خدت بالك ان ما فيش ولا نون جماعة جات في كل اللي قلته شرير انا ماشي نير بايا بايا معالف السلام او استاذ داليا شكر سيدي صباح الفل يا باشا صباح اكبر يا سيد الراجل دام اقتفوا بورنيل ان هو اقتل مراته وانه يدوروا عليه يفيه مقفل اللي بلغ عنه يا باشا ايه ايه يا استاذ اندي فين؟ ما بترديش ليه علي؟ انا كلمتك 20000 مرة معالش تلاقيني مش مسايفة النمرح ده حتى الرئيس كلمك موبايله كتير قوي الرئيس مي؟ رئيس مجلس الشعب والرئيس لوزارة اه بصي بقى انا ماشي لخيابات اللي ما بينكو دي انا هبنلغوا انك وصلتي عشان ما يرفيه دنيه ماشي يا ستي شوفت المعجزة اللي حصلت ليلة النهاردة؟ الادارة كانت خايفة من مضاعفة الكمية عشان الناس كلها مرجعتش بالاجازة بس انا كنت صح طلبت المضاعفة شكل كده مرتجع هيبقى زيرو طب الف مبروك عليكو على الادارة يا سيدي مبروك لك انتي دي مادة شغلك على فكرة انا طلبتلك مكافأة عشان تصرف فورا لا بقى المكافأة دي مش من حقي المكافأة دي تدوها للي قتل صافي سليم والمفروض برضو ننشر له شكر خاص على وقفته مع الجورنال كنا محتاجين نطرة التوزيع دي خصوصا ان مصدقية الجورنال كانت بعافية لفترة اللي فاتت انتي مالك بيتك كئيب قوي كده دي الايام دي الله من ساعة الاعتصام بتاع العيال ده وانت شكل كده متغير معايا مالك ولا يكونش هي لسه متأثرة باللي حصل يا صافي معلش اصل لسه على قد يا استاذنا الكبير صحيح انا اشتغلت كتير في الحوادث بس دي اول مرة تقتل حد قريب مني والمفروض ان نبقى مبسوطة قوي عشان انا اللي انفردت بنشر خبر قتله لا والمفروض ان انا مبسط اكتر عشان الادارة اللي بتطلع جورنالي وظل الصحفيين اللي فيه هتكسب كتير نورا الانفراد ده معلش يا استاذنا الناس قدرات برضو ومش تهل الواحد يبقى بقدراتك الفزة برضو مفيش فايدة مصممة تلعب معايا لعبة غريبة انا بحاول اتجاهلها لاني كنت بلعبها وانا في سنك بقول لي اتسبة دلوقتي تعقل يمكن بعد شوية تزهق لكن لا انت مكملة ضغط مستمتعة بلعبة دور القديسة الشهيدة رفضة اني انا اخرج من دور الشيطان اللي انتي قررت تعطيني فيه لحد النهاية هي الحياة عندك دايما كده يا اما اللعبة يا اما مسرحية والناس بتلعب فيها ادوار معلش معذور اصلك من كتر التمثيل واللعبة بتنسى برضو ان في ناس عايشها بجد لا بتلعب ولا بتقدي ادوار داليا انا خلاص بقى زهقت من الاسلوب بتاعك ده خلاص تعبت قوليلي كده انت بزايدة علي ليه عملت ايه في عمرك كله لا استغفر الله انا اقلب كتير من اني ازايدة عليك انا لا قريت زيك ولا كتبت زيك لا انكحت زيك ولا تسجنت زيك لا في ناس صدقتني زيك ولا تحبت على الناس زيك لا لعبت لمصلحت زيك ولا دخلت صفقات زيك يا سلم طب ايه اللي مصبرك بقى على الشغل معايا عشان المفروض اني شغالة في مؤسسة مش في ورشة مع اني عارفة كويس قوي انها في الاخر ورشة وحضرتك صاحبها بس قدينا نضحك على روحنا عامل ايه ما عنديش خيار تاني دلوقت حضرتك عايز تفصلني ما عنديش مانع عايزني اقعد في بيته بتديني مرتبي برضو ما عنديش مانع ما عادتش فرق معايا بطلتك ديب على روحك بقى لو كان كلامك صح جيت ليه مبارح جاري عشان تكتب الخبر كان من الممكن تعود في قلب البيت وتتحججي بمي مليون حجة كان ممكن تقولي مثلا انها كنت ممهارة كنت مصدومة ما عرفتش الخبر الا بعد معادل نشرب كتير وكان ممكن مثل ذلك لكن لا انت جيت عشان ما تحرميش نفسك من احلى متعة في الدنيا متعة انا واللي زيك وكل اللي شغالين في المهنة دي بنعشاءها متعة ان الناس تعرف منك الحقيقة تسمع منك تعرف الحقيقة اللي انت عاوزت تشاركيهم فيها لو كان دور القديسة الشهيدة اللي كرها المهنة ده مراياحك زابط نفسيتك انا ما عنديش منع ابدا ان انت تستمر فيه ما عنديش معي كمان ان انا اسدقك ان مش دور ولا حاجة ان انت فعلا قديسة شهيدة وانا فعلا الشرير انا الشيطان اللي بدحك على الناس عشان اخد المصلحة بتاعتي كأن المصلحة دي سودة كأن الراجل الشريف اللي عنده مبادئ لازم يكون عديم المصلحة ياه انت تاني انا كنت فكرة ان مرحلة غسيل المخ دي احنا عدناها من زمان في ناس مهما تغسل مخوهم مبينضافش السليم شغلك يمتع انا ماخر كل حاجة عشانك لا اتأكد سيادتك لو في اي جديد مش احرم نفسي من متعة الناس تعرفوا مني تشوف لينا حدا من معرف الوالدة يا خالد تعبامي يا اخي سعادتك ان شاء الله اول ما ترجع من السفر هحللك الموضوع ده على طول يا باشا بقى ما تنساش بقى انت متخدمش يا بنا تمام سعادتك مش المفروض سعادتك نبلغ النيابة ونقدم الدليل ده رسمي عشان ما فيش اي حاجة تتاخد علينا بعد كده في القضية دليل ليه بس يا خالد الموبايل ده مش دليل كل ما في الموضوع ان في حاجة معانة في دماغ لو جات صح هتقدر بالقضية كلها لو جات غلط مخصبناش حاجة وزيب احنا ماشيين انا بس عايز اطمنك احنا ماشيين قانوني وسليم وتمام في الاول وفي الاخر دي ايه دي بصمات يعني اما كانت موجودة في مصح الجريمة يا اما ما كانتش موجودة لكن احنا مش هنحطها بالعافية مثل تمام سعادتك احنا في انتظار تقرير رفع البصمات وهو هيبين لنا كل حاجة سعادتك عالاخر نتفائل بقى ونقول يا مساهل يا مساهل سعادتك لا بقول نتفائل يعني نفرد وشينا ونقول يا مساهل يا رب يا مساهل يا رب هوبلس كيس يا خالد صباح الفول تقدر تقولني البداية مشجعة بس يا رب تكون مفيدة لكم وتبنوا عليك كل شغلكم ده صورة من التقرير اللي هيروح للنيابة شوف سعادتك وقد تباين بعد رافع البصمات الموجودة على سكينة المشار إليها كأداة مفترضة في تنفيذ جريمة الأتل وجود بصمتين محددتين عظيم عظيم جداً ما كنت أعلان قوي أن الجان يكون مسح البصمات بعد منافس الجريمة المهم حددته البصمات للمينة ايوة كنا متوقعين نلاقي بصمة الأتيلة بس ما لاقيها هاش ده طبيعي جداً لأنها كانت طالبة فطار عادي يعني ما يستلزمش وجود السكينة دي أصلاً البصمة الأولى كان لواحد من العاملين في الروم سيرفز اسمه موجود هنا يمكن يكون فيه مبرر لوجود بصمته بحكم عمله إنما الغريبة شوية البصمة التانية تلات لمينة؟ لواحد أجنبي من النزلاء الفندق أمريكان الجنسية اسمه هنا برضو أمريك معبولة؟ أيوة احنا خدنا بصمته قبل ما يغادر الأتيل زيه زي كل النزلاء والعاملين في الأتيل وطلعت بصمته مطابقة لواحدة من البصمات اللي موجودة على السكينة يعني ما لقتوش بصمة جوزها الشريف راسخ على السكينة أبداً؟ ما هي مش عندهم أصلاً يا خالد مش لما نلاقي الراجل الأول ولو إن موقفه دلوقتي بقى أحسن بكتير بعد موضوع البصمات ده طب بس هي ساعدته؟ يا سيدي ما التقرير قدامك أهو هي إيه؟ التقرير بيقول إن هي دي البصمات اللي تم تحددها يعني إحنا ما عندناش حاجة ضد الشريف راسخ دلوقتي لغاية ما يطلع تقرير الطب الشرعي ولغاية ما نشوف نتيجة تحليل الحمد النوم بالزبط يا فادي اللي إحنا عايزيني نعمانه دلوقتي إن إحنا نلحق الجدع الأمريكان اللي موجودة بصمته على السكينة هلالله رأس ما يكونش غادر نعم تشكين أوابين شكراً شكراً تفتكر سيادتك الراجل الأمريكاني دالي علاقة تنفيذ الجريمة أقصد ساعدتك يكون من الناس المرتزقة اللي بيأجرهم عشان ينفزوا الجرائم زي الأفلام الأمريكاني ساعدتك بنسبة 90% الجدع الأمريكاني دا كان نازل في الغرفة اللي جنب جناح صافي سليم أنا شفته الجدع غريب الأطوار كده وشكله مش مريح خالص بس لغاية ما نفهم إيه حكايته ممكن جداً يبقى عنده مبرر لوجود بصمته على السكينة فاكر لما أنا سألت الولد بتاع روم سيرفس إذا كان فيه حد في الدور بتاع جناح صافي سليم طلب ستيك في أوردر العاشة أو بعد نص الليل في الليلة دي فاكر فاكر ساعدتك أنا هفترض أن الجدع الأمريكاني دا طلب ستيك الأمريكان أصلهم كيفة ستيك بعد ما خلص الأكل طلع العربية برا العودة القاتل شاف السكينة هو متجه لجناح صافي سليم أم واخد السكينة ومقرر في التأول لحظة إنه استخدمها كده ساعدتك ما كانش في نيته إن يقتل أو كان مع سلح تاني خالص بس شاف إن السكينة دي تساعده أكتر في تضلل يبقى الراجل الأمريكاني كده ملوش دعوة بالجريمة وإلا ما كانش يتقدم بحسن نية عشان ناخد بصمته بص يا خالد لما يبقى فيه جريمة قتل ما حبش أبدا إن أنا أفطرد حسن إنها في أي حد فاهمني؟ فاهم ساعدتك طب هو أخلك مش دكتور أهو ساعدتك بس ده دكتور تخدير ساعدتك يا سيدي مش مبرر أكيد عنده صاحب أنف وقزم ما تكلمه يا سيدي يا عليك يا خالد يا عليك أسف ساعدتك أفل موبايلو يا سيدي برضو مش مبرر دكتور تخدير أفل موبايلو ليه؟ كلمه يا خالد أنا تعباني يا أخواننا مش معقول والله يا سيدي أعجبك كده؟ أعطتك أفل دلوقت يا سيدي أفل بصوي أهو السلام أهوه الجري يا دي لن يمكن يكون فيها خير عبتك تفتكر كون وعرفوا مين القتل؟ لازم يعرفه مش بمزاجهم يا حبيبي بلد مقلوبة من ساحب من الخبر 12 أكيد في حد يلازم يشيل الليلة إيه عام يحد يشيل الليل إهه جريمة فحارات دي جريمة العالم كل بكل قراته ايه 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 كل قراته ده على ايه يعني يا واحدة جايزة نوبل على فكرة بقى دي اهم من نوبل انتو عارفين الخطورة في ايه ان الليلة دي لو شايلوها لحد وطلع مالوش دعوة الليلة ويه ده هتبقى مفرمه وقابلت شيك اوت امتى النهاردة الصبح بادري فن الساعة سبعة بالزبط مع انه كان لسه فاضله في الاقامة بتاعته ليلتين انا حتى سألته ازا كان فيه حاجة دايقته في الاقامة عندنا وكنت خايف يعني يكون موضوع القتل ده صاحب عنده باد امبراشن قال لي لا بالعكس انه استمتع جدا بالاقامة وانه ده اكسيدنت ممكن يحصل في اي مكان في العالم اوه كان جاي لوحده ولا بعجره بسياحة لوحده يا فندي وطلب عربية في الاوتيل توصله البطار لا يا فندي طلب ليموزيني توصله بورسعيد بورسعيد؟ وهي عمل ايه بورسعيد يا باشا مش عارف والله يا فندي اوه كان قضى كابل ليلة في الاوتيل ثلاث ليالي بالزبط كان حاجز خمس ليالي والحاجز بتاعه كان من على الانترنت دي كل دوكيومنت الخاصة بالحاجز ودي كل البيبرز الخاصة بالقوبة بتاعها بما فيهم حتى الايتمز الاستهلكة من الميني بار اسلام انت عادك مشكلة مع اللغة العربية؟ لا يا فندي مخالص هو بس حرك بحكم المهنة يعني لا باولي يامك يا اسلام بس اصلا انا عايز اركز مع المعلومات اللي بتقولها مش في الترجمة حاضر طيب بيبقى ان الراجل ده كان لوحده مش في جروب سياحي في التلات ليلة اللي قضاها ما خرجش في اي برابيك سياحية من القتيل بنظامه على الزبان بتقول خالص يا فندي يا كادي يكون ما خرجش من القوضة بتاعته خالص ويا كادي بتقدر تعرفها ازاي بقى ان شاء الله اللي بينزلوا في الادوار الاكساجاتف حراك بتاعة رجال الاعمال من حقهم يخشوا الاكساجاتف كلاب ومن حقهم يطلبوا اي مشروب او ياكلوا اي حاجة مجانة كل علينا بس ان احنا بنكتب رقم القوضة مش باين عندي هنا انه دخل الاكساجاتف كلاب ولا مرة ولا البار ده حتى الغداء والعاشة في التلات ليلة كان بيطلبهم في القوضة اللي باين هنا يا فندم انه ما دخلش اي مطعم من المطاعم بتاعتنا ده حتى بالرغم ان العاشة مثلا انكلوسيف اقصد داخل ضمن سعر الاقامة بس ده لو خده في المطعم مش في القوضة محولة يعني جاي من امريكا للبصر عشان يقعد في قوضة مقفولة في لوكاندا كان عيان مثلا؟ مش مكتوب عندي انه هنا طلب دكتور مثلا غيرين اللي لما شفته كان صحته زي البومب طيب اللي عايز اعرف كل التفاصيل اللي تخص الجدع ده بتساعت بحط رجله في القوتيل احنا تحت امر كيف اند؟ يعني الاقوضة اللي كان نازل فيها مثلا هو اللي اختارها ولا انتو اللي اختارتها له هي الاقوض بتاعت الدرون الاكساجاتف كلهم نسخة من بعض الا اذا كنت حدرتك تقصد ان اليوم عجبوش مثلا بصراحة انا مش عارف لا ولا مش عارف يا فندم انا عايز اكون دقيق في اجابتي اللي عمل تيك انت زماننا شريف وهو مش موجود دلوقتي طيب على ما حدرته اتصل بازملكم شريف يبلغه يسيب كل اللي في ايده ويجي فورا عشان يفيدنا بالمعلومة دي انا عايز اعرف بالتفصيل اللي طلبوا جون هيوز ده من قدمة الغرف حاضري يعني ايه ما طلبش ستيك امه البصميته اللي على السكينة دي جات من اين يا فندم زي ما حدرتك شايف العشان اللي هو طلبه في الليل اللي حدرتك بتتكلم عليها دي كان عشان خفيف جدا امليت ويوجرت وامريكان كافي بس النزيل الفرنساوي ساعدتك هو اللي طلب ستيك في الليلة دي وادي رقم غرفته دي ايه ايوا وده لسه نازل في القوتيل ولا مشي لا لسه موجود ساعدتك يعني اتخذت بصماته طيب خلت بيه تأكد للمقضوع ده لو سمحت ما مركباش السؤال بقى لحضرتك هل النزيل الفرنساوي ده هو الوحيد اللي طلب ستيك في الليلة دي في الدور كله؟ لا يمكن حد يطلب أوردر وماكونش موجود قدام ساعدتك في الورق؟ هو فيه ساعدتك حاجة اتأكد الكلام ده هي محرجة شوية القوتيل بس انا مضطرة اقولها عشان نسبت حسن نيتنا وعدم رغبتنا في اخفاء اي معلومات عنك قول يا سيدي من غير اي مقدمات ساعدتك كل أوردر بيطلع بيبقى معاها ورقة النزيل بيكتف فيها ملاحظاته عن الأوردر بياخدها المشرف على الروم سيرفس يراجحها عشان يقدر يحسب الشيف نخش في الموضوع الجسد الفرنساوي اتصل بالروم سيرفس وقال لهم انه هو عايز وهما جابوله الستيك ويل دون وانت ساعدتك عارف ان الفرنساويين ما يحبوش الستيك ويل دون معاين احنا بنعمل الستيك ده بشكل طرم فبدلتوله طبعا الستيك تأكيدا على الخدمة المتميزة لهذا الفندق العبقار مشكلة وفاق مفهو السؤال بقى لحضرتك هل لما غيرتوله الوردر غيرتوا معا السيرفيس ولا لا مؤكد نزل مع الطبق الجديد سيرفيس جديد دي حضرتك بديهيات عن لا ما بحبش كلمة بديهيات دي انا بسعل حضرتك سؤال تجاوبني على طول حصل ولا ما حصلش حصل يا فندق انت اللي غيرت الوردر يا صلاح ايو فندق وانت ما شاء الله الزكرة عندك الحمد لله تمام الحمد لله فندق طيب كويس مش فاكر بقى السكينة اللي هي بالمناسبة عليها بصمتك خدتها وانت خارج بعد ما غيرت الوردر ولا فضلت في عربية الاكل جوه القوضة يا باشا انا عصرت اتماغ عصر مش قادر افتكر ما اشوف حضرتك انا بنزل كام اوردر في اليوم من غير مقدمات جاوب على قد السؤال فاكر ولا مش فاكر لا مش فاكر طبعا بس اقسم بالله انا بقى بعد حضرتك انا حمقق عيني في كل اوردر انزله وارا واحد يا يا فندم ما بقى اش دومن اللي بيحصل ياواwe مش هنخلص بقى يا ابني هو انت فاكر علشان انت شغال في الروام سيرفز دى يبرر وجود بصمة لك على سلاح Music لا ميبررش افهمني بقى برضو حيبقى مطلوب منك انك تثبت وبالتفصيل كنت فين ساعة وقوع الجريمة يعني هكوين كنت فين يا باشا الرئيس بتاعي وزميل اللي في المطبخ واللي في خدمة الغرف كلهم كان عارفين أنا كنت فين بعدين ده شكل واحد برضو ممكن يقتل حستفيدة يعني لو قتلت المرحومة يا زيتني بايه يا ابني ارحمني أنا مش نقصك وما تخليهاش تطلع فيك أنت هوبا في معلومة مهمة قوي مكتوبة في الورقة دي الراجل الأمريكاني طلب ستيك في أول ليلة وصل فيها الفندق بص ساعتك أبوس إيدك يا باشا ما تسألني إذا كان رجع السكينة يا ايومة ولا لأ أنا مخه مش دفتر أنا مش عاوز أرفضها يا باشا طيب تفضل تفضلش تليني فار مبسوط ساعتك طيب أستعزينا فاضلا أم بيضحك وأم بيبكي مبسوط ساعتك يا أدنم يكون الراجل الأمريكاني دا احتفز بالسكينة في قطته في الليلة اللي دخل فيها القوتيل عشان ينفذ الجريمة ويكون دا سر وجود بصمته على السكينة ساعتك أيوة بس لما هو يعني بالذكاء دا إيه اللي يخليه برد ويسيب البصمة على السكينة؟ أمريكاني ساعدتك وشايف نفسه وعرف إنه محدش هيقدر يوصله إحنا ما قدمناه ساعدتك غير إن إحنا ننتظر الراجل اللي إداله الغرفة هل الراجل الأمريكاني ده اختار الغرفة دي بالذات عن قصد؟ ولا لا؟ بص أنا بصراحة بعد ما فكرت في الموضوع ده تاني دقيت إنه هو سؤال ملوش لازمة الراجل ده حيث إنه هو نزل في الدورين بتوع البيزنس بس ما تفرقش بقى هو أخد القوضة اللي جنب السويت ولا لا؟ إلا ساعدتك لو دخل من الباب المشترك ما بين الغرفة والجناح ساعدتك أعلم العالمين إن في بيبان مشتركة يعني ممكن واحد ياخد غرفة يضمها للسويت ساعدتك صح بتاهت مني دي وده اللي ممكن يفسر ليه مفيش أسارة عنفة على باب السويت بس الباب ده ما بيتفتحش غير بالكارت الممغنط اللي بيفتح باب السويت ساعدتك لو افترضنا إن ده رجل مرتزقة وجاي ينفذ الجريمة دي أكيد هتبقى معا بعض الحاجات اللي تساعدوا تكنولوجيا ساعدتك أعلم العالمين يعني إن حاجات دي سهل تنفذها برا عرفت بقى أنا ليه بحبك رغم إنك أنت كيف تسود الدنيا وتقفلها في وشي ساعات عشان مركز في شعرك تمام أهو أخلوته شكرا ساعدك تمام طيب عايزين فورا نبعد إشارة بكل تفاصيل الجدع الأمريكاني ده اللي المدرية في بورسا عيد عايزين نعرف هو نازل في شاقة ولا نازل في كوندو اسمه على قوائم اللي داخلين الميناء أو الخارجين منه تفاهمني؟ أمرك باش تفاهمني؟ أمرك باش تفاهمني؟ أمرك باش أمرك باش مع السلامة خير ساعاتك باشا لقينا الشيط في رصخ هالدوشة اللي برا دي عشان أنا هم فاكرين هعتصم هنا ولا يعمل اسمعين؟ ده أنا بقى لي ستين ما دخلتش جوامح اليوم اللي أخش فيه جامعة أعمل في وضيحة ده اللي يشوف المنظر برا يفتكر فيه جامعة أرهابية مسلحة بو الجامعة ايه اللي بيحصل ده؟ هو أنت قتلتها بجد تلزيزة واعم اسمعين بتعرف سؤالك ده بفكرني بإيه؟ بالأفلام اللي قابض وصل اللي كنت بحب أتفرج عليه وأنا في أمريكا فاكر فيلم باب الحديد لما الراجل اللي اسمه حسن البرودي كان بيحاول يقنع إناوي عشان يسيب السكينة فاكر المشهد ده؟ ايه فاكره بتاعلي بعيش نفس اللحظة في الزوات ليه يا ده عم اسمعين؟ بتاعنا كنت معتمد عليك تبقى شاهد نافي وطولهم إنك شفتيني الصبح أنا بخش المقابر بتاعلي تسألني قتلتها ولا يلا ما تأخذينيش يا ابني جود الواطي هو اللي بلغه بس سوديني وما أعبد لكون قطع رجله من المقابر دي كلها وانا كنت هرباني عم اسمعين على الله بس جودة يكون يعرفي أم المستقبله بعد البلغ ده ايوة كلا عم اسمعين يتحك شوية تأخذنيش البرود اللي انت فيه ده قلقني عليك أو بصراحة يعني قلقني منك بتاع مش برود يا عم اسمعين مش برود ده هدوق عصاك بتعرف إنهم اللي نمتوا هنا مبارحة ما نمتوش يجي من ست سبع سنين سبع سنين بالضبط من ساعة ما سبت صاحبت الأمريكانية أنا لو كتبت عالتجربة دي فيه ناس كتير هتجي من بره مخصوص عشان يتعالجوا روحانيان هنا وساعتها حتى انتعاش السحف محصر ده ما تكون مش عارف انت داخل عليها انت مسنود ولا مستابع لا بقى عم اسمعين ده انت كده مش هتنفع شهد نفي خالص ولا انت ولا جودة ده حتى السواق التاكس اللي جابني هنا هجيبهم من هنا واضح إن مقدميش غير البركات سيد يا برعزيقين هاة 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 هاة…. يلا بينا عم اسامين يلا بينا انت خيب تعملي فيك عمريني ديزطان ديزطان. المترجم للقناة المترجم للقناة